اشتركوا في القناة طيب ايه علاقة وزير الازراع والسلاح الاراضي المهم يعني بالاشارة للقانون رقم كذا لسنة كذا بتنظيم اجراءات تحافظ والحصر والادارة والتصرف في اموال الجامعات العرابية ونفذ للحكم الصادر من محكمة القهارة الامور المستعجلة في الدعوة رقم كذا والذي انتهى في منطوقي الى حظر انشرة التنظيم الاخوان المسلمين بجمعية عارف ايه وجمعية الاخوان المسلمين ومستفرع عنها وتتلقى كذا والتنظيم كذا ونفذ لقرار اللجنة بجلساتها المعقودة بتاريخ كذا بالموافق على العرض امر التحفز والمنع من التصرف في جميع الاموال العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسنادات المسجلة باسماء العناصر والشركات الوردة بينها بعد لدى البورسة المصري وكافة الحسابات طب خلاص يعني المهم يعني اه يعني تحفز على الحاجات تطلع كده بقى هات الكشف تحفظوا على مين بقى خش على الكشف لا انا مش هارف على الكشف كده عدو التنظيم محمد ناصر علي عبد العظيم حسن موليد سبعة سبعة تاتو ستين مزيع مقيم بـ 426 قلب فنساكن وعثمان تجمع الخامس محافظ القاهرة رقم قومي صح ده اسمي وعنواني فعلا اللي بعدي معتز مطر معتز محمد عليوه محمد برين مطر موليد اربعة ستة اربعة وسبعين مزيع يقيم فيه الرحاب القاهرة الجديدة محمد عدو التنظيم محرم عدوة عبدالله محمد الشريف موليد خمسة وعشرين خمسة سبعة وثمانين تصميم انشاءات معمرية يقيم في خمسة شارع المصانع نادي الصيد محرم بيك محافظ الشارع عدوة تنظيم هشام عبدالله عبدالدائي محمد ممثل وحصع بكل استرجارة ياضية يقيم فيه كذا عدوة تنظيم محمد صراح يدي مين محمد صراح بقى ما احترمنا لي يعني هشام عدوة تنظيم هشام عبدالحميد محمد عبدالحميد ممثل يقيم في سبعة شارع حافظ حسن العجوزة عدوة تنظيم عدوة تنظيم يا ربي عدوة أحمد سمير مرح عدوة تنظيم محمد وعصمان محمد ماهي العقل محمد عبدالقادر أحمد شمان محمد شمان لا حول لا ولاقة محمد باسم محمد رأفط سمير طب انا طب انا عايز اقول لي بس السيادة النائب العام انا كنت مديون وانا خارج من مصر خمسين الف جنيه حجزتوا عليهم حساباتي يا هبل حساباتي يا هبل بالله العظيم انا اقول لك بقى ليه بيعملوا كده سألني اسمعني بس اللي عصالي في ايه ما عنديش حاج عصال ايه ايش ياخد الرحم البلاط ده قرارك اللي قال فرحان اقو في الكنترول والمصحب فرحان قوي وحيات ربنا بس عايز اسأل سؤال يعني حد زميل الحلاء سألني قال لي ايه قال لي حطوا مجموعة ناس كده على قوام الارهاب محمد ماهر بتاع 6 ابريل وناس تانية كده والنهاردة بيقول لي الكلام ده يعني وزميل دلوقتي بيقولولي اهو ان انا هم يعني لو الهدوم الداخلية يحجزوا عليها لوها كويس يعني ودلوقتي اهو وضع مرشح سابق للرئاسة على قوام الارهاب خمس سنوات مين بقى اطلع كده مين اه محمد ماهر وجاء في القائمة وجاء في القائمة محمد الباقر وعلى عب فتاح والحسن خيرت الشاطر واحمد وبركة ومحمد القصاص وايه الى اخرى وحمود فتح واشام اسليمان وبريم عطا وايه الى اخرى ومش عارف ايه بيسألني وعبد الرزايل المليج ومحمد مبروك بيسألني زميلة بيقول لي ايه هم لسه فاكرين دلوقتي ليه تب ليه كده المحكمة النهاردة ادرجت 28 متعم على قوام الارهابين لمدة 5 سنوات ودي خبر جديد اهو زميل الحياة فرحانين فيه ان انا اتحجز على اموالي اتحجز على اموالي يا ولادي اللذين طيب ماشي بيسألني بقى زميلة حلاة بيقول لي ايه القصة بقى قلتوله بس انا اقول لك حاجة هم يعني بدأوا ينفزوا السيناريو بتاع ماذا لو جاء بايدن وبيدن اصلا جاء بس انا بقولك على معلومة قسما بربي عبد الفتاح السيسي وادارته بجهاز المخابرات ما كان يعلم او لم يكن يضع في اعتباره ان ترامب هيسأت فكانوا بيتعاملوا عن ترامب جاي الاربع سنين ما تعاملوش على ان ترامب سأت غير بعد ما يعني في الجودة الاخيرة دي لما قالوا فارز ومش فارز والقصة دي ودي بنت قوي منه الوقت نشأت الديه العبيط لما كان طالع يتكلم على التلفزيون وقال لك وده راجل مخرف وبيدن ده مش عارف ايه وفجأة قالوله الرئيس حمان وبيدن راجل حكيم وفجأة قالب الناحية التانية لم يكن السيسي ولا اعلامه وانا بقول اهو ولا جهاز مخابراته لم يكن يضع في اعتباره ان ترامب هيخسر بدأوا دلوقتي بقى يطبقوا السيناريو بتاع ترامب بتاع بايدن هيجي بايدن يقول لهم ايه بقى عم بنعم فتوح حسن نفع الناس دي فنقول له لا معلش 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 زي ما كان مبارك بيعمل بقى مع الامريكان معلش ده قضاء ده احكام قضاء ونحن لن نتدقل في استقلال القضاء فهمت اللعبة لعبة مبارك القديمة بص يا دي يا عر يا جعر يلا اسمك عفتاح السيسي انت مشكلتك انك حتى شغال في اجهزة اللي انت عينتهم في الاجهزة عرر زيك اللعبة دي كان بيلعبها المعلم مبارك بس مبارك كان عنده قضاء بجد مبارك ما كانش بيعين رئيس المجلس على القضاء ولا كان بيعين رئيس نادي القضاء ولا كان بيعين مبارك اخه كان وزير العدل يعين وزير العدل لكن كل التسع مناصب التانية اللي في القضاء مجلس القضاء الاعلى ما كانش بيدعو بيهم الامريكاني عارفين يا جعر انك انت معين من اصغر قاضي لرئيس مجلس القضاء الاعلى انت معينه فلما تروح تبيع للامريكان بقى ان دي احكام قضائية افرج عن المفتوح ازاي اعمل ايه ده احنا عندنا قضاء مستقل الكلام ده كان يقوله مبارك وكان يتصدق لان مبارك كان عنده قضاء انا بقولها بحقيقة بص تختلف مع مبارك تتفل مع مبارك كان في قضاء قدام مبارك القضاء وقف قدام مبارك عند نادي القضاء بالاوشعة بتاعتهم وعملوا مظاهرة الامن ممسش واحد فيهم افتكر كده مظاهرة القضاء في ايام مبارك في وسط البلد وقف كل القضاء كلهم وقفوا قدام مع مبارك ومبارك ما مسش واحد فيهم لا في بيته ولا في اكل عيشه ولا حتى في ترتيبه السيسي وصادق على خانون يحكم قبضته على القضاء تتمثل انت بعد ما دمرت القضاء هتروح تقول لبايدن اصلا عندي قضاء والقضاء هو اللي حكم تعال افرجك بقى والنبي يا مصطفى قبل ما هو مامشي فرجني على صورة القضاء ايام مبارك لما كانوا وقفين بالاوشحة محمود مكي واحمد مكي وكل القضاء اللي كان يعني اسماء كبيرة يعني كانوا وقفين قدام مبارك في وسط البلد وانا شفت المظاهر دي بعيني وكان ويوسف شعين نزل وقف معاهم المخرج وليسارين وقسما بالله ما فيه قاضي فيهم يتمس لا في بيته ولا في شغله ولا في اي حتة كانوا عادي جدا لاني مبارك كان رجل دولة اه انا مختلف مع مبارك بس في النهاية انتوا كنت قدام دولة دولة تعرف تختلف معاها دولة كان فيه كده لعب انما اللي انت عملته في مصر انت دمرت مصر تماما لا فيه اعلام ولا فيه قضاء ولا فيه اي حاجة فجاي الجعير دلوقتي يصدر احكام قضائية زي دي اللي هو حكمه مش عارف بايه وحكمه باني يحط ناس على قوام الارهاب عشان ايه مستني لما بايدن ييجي يقول له الناس دي طلعها فيقول له لا معلش انا صديق احكام قضائية وانا بحترم القضاء يلا يا جعر اهو اهد اتفرق دي كان في وسط البلد ابص الشارع الشارع ده دي نقابة بص النادي اسمه ايه ده القضاء العالي اللي في الاخر ده والعمارة دي عمارة التران اللي في الاخر اللي في الوش دي العمارة دي فيها هوتيل بينزول في جامعة يهود كل سنة وهتلاقي هناك كده انت لو كان بلت تلاقي اسمه ايه دي شارع زكي والحطة الاسمه التوفيقية حطة جميلة دي شوف وقفوا القضاء كلهم بالاوشحة كلهم اه دي المستشار والمستشار الخدير الواقفة هو بص يا جماعة الناس عارفة ووكلاء النيابة وعملوا الواقفة دي في وسط البلد والمستشار هو اللي هو عمل كان رئيس لجمه الدستور وقفوا كلهم ورجل اسمه عبد العزيز مستشار اسمه عبد العزيز ده وقفوا كلهم قدام مبارك ما في قاضي فيهم اتبس خالص على الاطلاق فلما كان مبارك يقول لي اه ايه اوباما لا دي احكام قضاء كان اوباما ما يصدق وما يقدرش يفتح بقه لكن لما انت تحكم قبضتك على القضاء وتعين الفراش اللي في المجلس القضاء الاعلى تيجي تقول له قضاء فانت جاي تحط الناس على قوام الراحة دلوقتي عشان تقول لبايدن ان دي احكام قضاء واحنا مانناش بها